بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية. اهلا ومرحبا بكم في و النهاردة هناخد اخر جزء في وهو ازاي نطلع الهبوط بتاع الخوزية. احنا عارفنا خدناه المرة اللي فاتت. فاحنا عايزين نحسب بقى الهبوط. نحسبه ازاي? عندنا الهبوط ازاي ما تعلمنا في و في الصميكانيكس و الصميليزاشن. عندنا ثلاث انواع من الهبوط فيه اللي هو الاس اي وفيه اللي هو الاس اي وفيه اللي هو السي سي وفيه السكن وفيه Wonjiهforms.bieبقى الهبوط كله عبارة عن ايه س اي زي سي سي زي assimile الس. اللي هو بيحصل ال ال اس اي ده عبارة عن الحمل بتاعي في اللي هو العرض فيوا الا reactف في واحد معاقص نيو سكوير على EAS حيث Q هو الـ Uniform Distributed Load اللي هو الـ Stresses 4 اللي هو متوزع width of loaded area العرض بتاعها moderate of elasticity of the soil façant ratio الـ Influence factor which depends upon the mean Elastic properties of base and shape of base alternative ممكن أخدها عبارة عن 1 مقص نيو سكوير على EAS ممكن أجيبها من تجربة plate loading test على طول أطلع القيمة بتاعتي دي طيب يبقى جبنا الـ Elastic Settlement لما يبقى عندي cohesive soil طب لو كانت Cohesion للـ Soil فالإصة هي عبارة C1 في C2 في Q' ناس Q في تكامل I2 على EAS في الـ Strain من Z0 لZ بتساوي mean B C1 اسمه correction factor for dips C2 correction factor for creep وبعدين Q' عند المنصوب بتاعي والQ اللي هو الـ Recharge اللي هو γاما في مين في الـ DF المدرس الفلسطيسي أجيبه إزاي بالنسبة للـ Cohesion للـ Soil عبارة عن 766 في N حيث الـ N اللي هو بتاع الـ SBT أو 2 في QC بي QC لو أنا هجيبه من الـ CBT يبقى أطلع الـ Elastic Settlement Elastic Settlement مش هو اللي بيبقى قوي قوي أو يعني أو قيمته مطباش كبيرة المشكلة كلها دايما في الـ Consolation بتاع مين Settlement الـ Consolation بتاع Settlement بيعتمد على الدلتا E اللي بتتغير فممكن أقول إن الدلتا H بتساوي H نوت في دلتا E على واحد زائد E نوت من تجربة الـ Consolidation يعني السي سي بتساوي إيه ما دا الهبوط H نوت في دلتا E في واحد زائد E نوت حيث الـ E نوت هو دا عبارة Initial Void Ratio بتاعة السويل بنقول زي ما بتستخدمش الدلتا E عنديش أنا للتجربة مسحة فبنستخدم حاجة اسمها الإيه السي سي دا أو السي آر السي سي بنستخدمه في والسي آر في الـ تعلمنا الكلام دا كل الهبوط دوت في وفي الهبوط دو عبارة عن إيه؟ اللي هو في السي سي على واحد زائد E نوت سيجما زائد دلتا سيجما على سيجما نوت اللي هي سيجما فينال على سيجما مين زي ما تعلمنا فيها قبل كده بس الكلام ده في حالة أما في حالة يبقى الهبوط بتاعي في السي آر على واحد زائد E نوت لوت سيجما برضا فينال على سيجما مين إنشال اللي هي السيجما نوت زائد دلتا سيجما على سيجما نوت يبقى جبت الهبوط بتاع الكونسلوديشن أدرج معه مع السيجمنت اللي هو الإلاستيك وطلع الهبوط الكل وبكده يبقى احنا خلصنا شابتر سيكس اللي هو البايلز بس أحب أنوه عن حاجة شابتر سيكس اللي هو البايلز ده موضوع كبير جدا 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 إحنا كل اللي قلناه مقتطفات صغيرة منه واللي عايز يبتدي يعني يتعمق فيه يبتدي يراجع المراجع اللي ما كتبتها فيه أول الأجزاء ولو فيه أي أسئلة ممكن تكتب كومنتس على الفيديو وأنا إن شاء الله هردلك عليها شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا